هذا ووقعت حكومة قطر يوم أمس مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة حول مكفحة الإرهاب لم يتم الإعلان عن أي من بنودها وذلك خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى الدوحة فيما ردت الدول الداعية لمكفحة الإرهاب على هذه المذكرة بأنها غير كافية لوقف دعم الإرهاب في المنطقة مشددة على ضرورة تنفيذ كافة المطالب المشروعة ربما المكابرة وربما العزة بالإثم وربما الإحراج السياسي هو ما أودى بقطر إلى هذه الزاوية الضيقة أن تقول شيء ونقيضه في جملة واحدة وأن تدير ظهرها لما تحتمه عليها مسؤوليتها في الإقليم والمنطقة ها هو وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في الدوحة ليكرر ما كررته الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لأسابيع كفى إرهابا يا قطر كفى إرهابا يا قطر كفى كفى دعما للإرهاب كفى دعما للمحرضين تهاون وعدم جدية في التعاطي مع جذور المشكلة تيلرسون يحمل خلال زيارته روح زيارة ترامب الأخيرة للمنطقة حينما اجتمع مع رؤساء الدول الخليجية والعربية والإسلامية الذين اتفق سوادهم الأعظم على مكافحة الإرهاب إلا قطر فقد رفضت أن تسعى سعيهم تيلرسون يقف إلى جانب وزير الخارجية القطري الذي علم عن تسريب شبكة الـ CNN لوثائق اتفاق الرياضي متأخرا كان على متن طائرته عائدا إلى الدوحة لم تمنعه أجواؤه المفتوحة التي يحلق بها ذهابا وإيابا والوفود الإقليمية الدولية التي يصلها وتصله لم يمنعه كل ذلك من ترديل أكذوبة فجة كالحصار هذا الحصار نتيجة هذا الحصار حصل هذا الضرر مقاطعة أو محاصرة لدولة قطر تيلرسون يغدر الدوحة موقعا على اتفاق شاب رأس المحلل للواقع القطري من تصنيفه فكيف لدولة يتهمها العالم بدعم الإرهاب من توقيع اتفاق لمكافحة الإرهاب والمتسائل عن موقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب من هذا الاتفاق القطري الأمريكي لمكافحة تمويل الإرهاب يجدها تبارك جهود واشنطن رغم تشكيكها بمصداقية قطر ولكنها في الوقت ذاته تشدد على موقفها من ضرورة تلبية قطر للمطالب المقدمة لها كاملة وإلا ستظل عقوباتها على الدوحة قائمة إلى أن تلبي مطالبها إلى أن قطر تقرر تغيير هذا المسار من مسار الدمار إلى مسار العمار بعد الفشل الذريع الذي تكبدته الدوحة في محاولة بيع فكرة الحصار الجوي والبري والبحري على المجتمع الدولي حري بها أن تروج فكرة الحصار السياسي فقد ركنها المجتمع الدولي إلى زاوية ضيقة إما أن تكون طرفا داعما للإرهاب أو داعيا لمكافحته فمن المستحيل أن تكون الاثنين معا ولمكافحة الإرهاب أسس وإجراءات وحقائق لم تصل إليها قطر بعد ترجمة نانسي قنقر